مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير وسيدنا عمر بن الخطاب خرج مغتاظاً أيضاً وحدثته نفسه بقتل سيدنا رسول الله ولكن تلقاه بعضهم في الطريق فقالت متى صنع هكذا والإسلام في بيتك هين في بيتي هذه أختك فاطمة بن الخطاب وأمار بن ياسر هناك عندهم الإسلام فجاء مغضباً ووجد خباب بن الأرث يقرئهم القرآن وخبأوا خباباً عندما دخول سيدنا عمر ولطمها ثم رقى ثم تل القرآن فتأثر به ودخل النور إلى قلبه وجاء إلى سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكان خباب بعد أن رأى أنه رقى وسأل عن النبي محمد خرجه من مخبأه يقول أبشر يا ابن الغطاف أني سمعت النبي قبل أيام يدعو أن يعز الله عليه السلام بأحد العمرين وأرجو أن يكون الله استجاب فيك فتواجأ قل لدلني عليه فجاء به المكان الذي معه بعض وأصحابه يختبئون تلك الأيام من سطوة قريش وظلمها فلما جاء قال القائل لرسوله يا رسول الله إنه عمر قال فافتح له فإن جاء لي خير ومرحباً به وإلا رددنا عليه وكان أيضاً سيدنا حمزة فلما خرج أمسك بتلابيبه صلى الله عليه وسلم وقال ما جاء بك يا مخبأ قال جيت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حتى كبر من في البيت وسمع التقبير من عند الصفاء وسفعه من حوالي الصفاء جبل الصفاء في عند الحرم المصون فكان إسلام سيدنا عمر عليه رضوان الله